بسم الله والصلاة والسلام على شفى خلق الله سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم هنبدأ مع بعض استكمالا لقوانين نيوتن للحركة وتطبيقات عليها احنا اخذنا القوانين في الثلاثة في الأجزاء السابقة وقلنا القانون الأول أن كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجة غير من حالته القانون الثاني كان القوة تتناسب مع التسارع وسبب التناسب هو الكتلة يبقى الـ F بيسا والـ FFA قانون الثالث لكل فائل رد فائل مساوي له في المقدار ومضاد له في التجاه احنا استكمالا لهذا الموضوع احنا هناخد اليوم القوة فيها استكمالا لجزء القوة في حياتنا لو خدنا مكعب المكعب ده كتلة وهو M متزن وكلمة متزن احنا خدناها قبل كده خدنا أمسل الأجسام المتزنة وأمسل الأجسام الغير متزنة وقلنا أن الجسم المتزن دائما يذكر أن الجسم متزن متى معروف لما تكون ايه لما تكون السميشن الـ F اكس تيرنال بيساوي 0 يعني القوة المؤسرة على الجسم بيساوي 0 في هذه الحالة يكون الجسم متزن لما يكون عندنا الكتلة ازا كده كتلة مكعب كتلة M مثلا او جسم كتلة M في قوة شد ناحية اليمين اهي طبعا تقابلها قوة احتكاك هذه القوة الاحتكاك بيسموها قوة احتكاك سكوني ناحية اليساء وكلهما كده بعض والمحاصلة 0 وبالتالي يعني جسم متزن يعني أن سطح الطاولة الأفقي بيؤثر عليه بقوة احتكاك وهذه القوة تساوي في المقدار قوة شد الخيط وتعاكسها في الاتجاه وبالتالي المحاصلة 0 وبالتالي في هذه الحالة يقول الجسم متزن احنا عندنا نعم من قوة الاحتكاك فيه احتكاك سكوني واحتكاك حركي الاحتكاك السكوني زي ما هونك موضح هو قوة ممانعة تقاوم الحركة النزبية المتوقعة بين سطحين متلامسين انت عندك سطحين متلامسين طبعا انت حضي الجسم على طاولة حضي الجسم على سطح افقي يبقى فيه تلامس بينهم لما يكون الجسم اتريس يعني عند حالة السكون بتنشأ بينهم طبعا كل منهم في حالة اتزام بالنسبة للآخر بتنشأ بينهم بينهم قوة احتكاك سكوني وطالما بقية الحاوية غير قادرة على الحركة عندما لم تشد مثلا الطاولة أو الحاوية تكون قوة احتكاك السكوني مساوية ومعاكسة للقوة المطبقة في تجاه من الافقي طبعا احنا عندنا قوة احتكاك حركي برضو ايه لا علاقة بينه وبين قوة احتكاك السكوني اولا الحركي قوة ممانعة بتقوم من الحركة النسبية بين برضو بين سطحين متلامسين ولكن يتحرك احدهما بالنسبة للآخر يعني ناك كان الجسم متزم بالنسبة للآخر يعني كلاهما كان في حقات ريس لكن هنا واحد بيتحرك بالنسبة للآخر ولو خدنا الشكل ده لو بصينا في الشكل ده كده هنا ده عبارة عن علاقة بين قوة الاحتكاك وقوة الشد قوة الشد طبعا على المحور الأفقي دي قوة شد قوة شد برمجلة بالرمز F دمعا دي قوة فيكتور وهنا على المحور العمودي هنا في قوة ممكن برمجلة بالرمز F وبين قوة ذا كده ده مقدار تمام؟ أو برمجلة بالرمز F S أو F capital F K F S يوب باستاتيك فارس F K كيناتك فارس F S استاتيك فارس اللي قوة احتكاك السكوني و F K كيناتك فارس قوة احتكاك الحركة احنا من الرأم من الشكل ده نستطيع ان نقول ايه؟ ان قوة احتكاك السكوني بتزداد مع زيادة قوة الشد حتى تبلو قيمتها العزمة هنا اقصى قيمة D F S maximum اقصى قيمة وبعاكيدة بيحصلية بيكون عندي هذه النقطة الجسم على وشك الحركة يبقى لك انها دي كان هذه النقطة هي critical point ليه critical لان ليه منطق حركة لما يقول والله انسان ده في حياة حرجة يعني بين انحياه والموت قوة نقطة حرجة critical point لانه تفصل بين سكون وحركة احنا عندينا طبعا احنا عندينا مجموعة عوامل عشان نتعرف على العوامل اللي بتوقف عليه قوة احتكاك احنا بنجري هذا النشاط ايه العوامل توقف عليه اولا نقارب من قراءة ميزان زمبوركي عند اجراء تجربة على سطح خشن وقراءة الميزان عند اجراءها على سطح أملس يبقى انت عندك ميزان زمبوركي الميزان الزمبوركي انت بتجي تجربة عليه بتحط مرة على سطح خشن وشوف القراءة ومرة على سطح أملس وشوف القراءة هنقارب من طبعا قراءتي الميزان الزمبوركي لكتلتين مختلفتين في قوة متعامدة القوة المتعامدة اللي هي قوة دي لو خدنا كده ادي جسم ده سطح افقي ومحظوظ عليه جسم كده بهذا الشكل دي كتلة ام الجسم ده له وزن ويت والوزن بيساوي قوة الجاذبية الارضية اللي هي بيساوي كتلة في تسارع الجاذبية الارضية السطحين الجسم والطاولة متلامسين متلامسين مع بعض كده في مسافة بينه لكن مسافة صغيرة جدا جدا فاحنا بنقول ان الجسمين متلامسين بينشأ رد فعل الى اعلى ان قوة رد فعل بسموه normal force fn طبعا في ادرست كده يعني في حالة السكون الاف ج بيساوي الاف ان يعني الوزن بيساوي قوة رد الفعل الى اعلى تمام اهنا ناخد هنا برضو على مستوى المجهري حتى السطوح الناعمة جدا تتلامس في نقاط محددة فقط احنا لما يكون مثلا الاحتكاك ده نعمة في حياتنا ليه نعمة؟ لان لو لا الاحتكاك هتصال زي ما قلنا فوضى سيارة متحركة تصال متحركة دائما كل جسم متحرك يزال متحرك وعايز توقف انت يعني لان تصيق ان توقف هذا الجسم المتحرك تمام؟ لان تصيق ان توقفه عن حركته وجود الحركة وجود الاحتكاك نعمة وابسط مثال الكابريت عود سخاب الكابريت ولو الاحتكاك لما ما كانش فيه اشعال يبقى الاحتكاك مهم في حياتنا القلم اللي بين ايديك لو للا الاحتكاك تلقى القلم ده وجع من ايدك لا تستطيع ان تكتب به يبقى اذا دائما هناك احتكاك حتى في الصدوحة نائمة جدا انت طبعا لما تحط جسم مثلا على كاربت على سجادة بتجيز صعوبة في شد هذا الجسم لان هناك النقاط النقاط دي بتتداخل فيما بينها بين السطحين وبالتالي بنجيز صعوبة ان احنا ندفع هذا الجسم وذكرنا قبل كده ان قوة الاحتكاك السكوني اعلى من قوة الاحتكاك الحركة والدليل على ذلك هي لو انت عندك سيارة السيارة دي في حال السكون وانت عايز تحرك انت كنت بتقول سيارتك وفجأة وقفت وشفت من بعيد كده على بعد مثلا اه 200 متر او 300 متر محطة بنزيم فبتدأت انت تتحرك السيارة كده عشان توصل لأقرب محطة بنزيم تمام لكن ما تجدش تتحرك وحديك وحديك فتستعين بناس آخرين يساعدوك تطلب منهم المساعدة خمس ست افراد يساعدوك يحركوا السيارة بعد ما تتحرك السيارة ممكن شخصين بس يستمروا معاك في المساعدة لان قوة الاحتكاك الحركي اقل وشفناها في الشكل التخطيطي ان الاول بمجرد ان الجسم يتحرك بنحصل بيحدث ان قوة الاحتكاك بتقل فيه معامل احتكاك حركي وفيه معامل احتكاك سكوني معامل احتكاك ده بتوقف على طبيعة الاسطح المتلامس سطحين متلامسين تمام في اسطح احنا هنا مثلا زي كده السطح ده حتى لو ناعم ده سطح ناعم لكن فيه نتوآت هذه النتوآت تمام هي اللي بتعمل حركة كأنها سطح خشن كأنها رف رف سيرفز ومعامل احتكاك هو نسبة بين القوة القصوى لقوة احتكاك السكوني ومقدار القوة المتعامدة ليه لان عندي F S ماكسيمم اقصى قيمة لقوة احتكاك السكوني تتناسب مع قوة القوة العمودية او مقدار القوة المتعامدة Normal force سابق التناسب يبقى F S تتناسب مع F N في هذه الحالة يبقى ال F S ماكسيمم تساوي M U S في N في F N يعني اذا معامل احتكاك السكوني اللي هو عبارة عن بتوقف على طبيعة الاسطح المتلامسة نسبة بين مين ومين بين القيمة القصوى لقوة احتكاك السكوني ومقدار القوة المتعامدة فيه بردو معامل احتكاك الحركي أنا عندي وهنا قوة بين قوة احتكاك الحركي والقوة العمودية تمام مقدار قوة احتكاك الحركي او السكوني بتناسب تنضيا مع مقدار القوة المتعامدة وبالتالي يسابق التناسب ومعامل الاحتكاك طبعا معامل احتكاك لابد ان نذكر ان معامل احتكاك اعلى معامل احتكاك ميو يساوي واحد لمين لابارة عن الربر موجود على الكونكرت على ربر يعني مطاط على اسفل وبالتالي ادارات السيارة بتستخدم تصنع من المطاط عشان يبقى فيه احتكاك بمجرد ان كده تدوس على الفرامل بتقف السيارة فيه احتكاك عالي جدا لكن دائما قوة معامل احتكاك الحركي او السكوني وخصوصا الحركي اقل من الواحد عند هذا الحد نشكركم ونتقى فيما بعد باذن الله السلام عليكم